الان بالنسبة لمفهوم البزنس انتليجنت زي ما احنا عارفين انه الان معظم الشركات في عندها بيانات والبيانات هذه تبغى تستفيد منها بحيث انها تعرف الشركة نفسها وين توجه هل هي ماشية بشكل صحيح او لا فمن البيانات اللي موجودة عند الشركة هذه يسوون عملية تحليل البيانات في الاخير لما نحلل البيانات راح تطلعنا على شكل تقارير او تشارتز ومن التقارير هذه راح يشوفون المتخذين القرار في الشركة كيف البزنس الخاص بالشركة هذه هل هو في صعود او في نزول بناء على تحليلنا للبيانات الهدف من دائما البزنس انتليجنت اللي هو عكس يعني لأي شركة في عندها مجموعة من البيانات فنبغى نعكس هذه البيانات على شكل تقارير او على شكل ايش الشارتز طبعا البيانات هذه ممكن تكون موجودة في قواعد بيانات في الشركة نفسها ممكن ايضا تكون موجودة في عبارة عن اكسل فايلز ايضا ممكن نقرى البيانات هذه من ويب سيرفس ففي عندنا ايش لازم اول حاجة نعرف اللي هو البيانات وين موجودة البيانات الخاصة بالايش بالشركة ايضا في عندنا مفهوم الريبورتينج الريبورتينج الهدف منه انه امكن متخذين القرار في الشركة انهم يقدرون يطلعون على التقارير في الوقت اللي هما يحتاجونه طبعا التقرير هو عبارة عن عرض للبيانات عرض للبيانات سواء كانت هذه البيانات موجودة في قاعدة بيانات او في اي مصدر اخر فاجي اعرضها على شكل ايش على شكل تقرير الهدف منه اللي هو تو انابل الديزشن ميكينج مشان تساعدهم في عملية ايش اتخاذ القرارات هذا بالنسبة المفهوم الريبورتينج ايضا عندنا مفهوم الاناليسس اللي هو عملية تحليل البيانات نفسها واجي اعرضها في الشكل او الشارت المناسب لها بحيث انه متخذين القرار في الشركة عن طريق النظر للشارتس هذه او المخططات يعرفون توجه الشركة او توجه البزنس هل هو ماشي بالشكل حسب البلان اللي هم راسمينها اللي راسمينه للبزنس ولا لا ايضا في عندنا مفهوم الكلابوريشنز يعني مفهوم البيزنس انتليجنز انه لازم يحقق الكلابوريشنز اللي هو انه التقارير او البيانات اللي نحللها هذه لازم انه نشاركها مع التيمس اللي موجودين عندنا في الشركة يعني ما تكون التقارير هذه وعملية التحليل منحكرة على شخص واحد في الشركة هو اللي ايش اللي يقدر يطلع عليها فلازم انه يشاركها مع اكثر من شخص بحيث انهم يتساعدون في عملية الايش الاتخاذ القرار يعني دائما البزنس اناليسس بحيث انه ما يتم اتخاذ القرار فقط من خلال شخص واحد فيتم اتخاذ القرار من خلال اكثر من شخص طيب من شان يتم اتخاذ القرار من خلال اكثر من شخص لازم البيانات اللي حللناها او الريبورتنج يصير لها عملية الايش الكلابوريشنز بحيث انه نشاركها مع التيمس اللي موجودين عندنا في الشركة الان بنجي راح نتعرف على بعض المفاهيم اللي هو اول من المفاهيم اللي عندنا اللي هو الدياتا سورس الدياتا سورس المقصود في مصدر البيانات البيانات اللي راح تحللها واللي راح تسوي لها عملية التقارير هذه وين موجودة وين اللوكيشنز تبعها هذا يطلقون عليه لايش الدياتا سورس فهو عبارة عن لوكيشن او الريبوزتوري زي المخزون Of the data for your BI solutions يعني احنا في الأخير بيكون عندنا BI solutions هذا الBI solutions عن طريقه تكون عندي التقارير وعندي الـ charts هذا نطلق عليه الـ BI solutions فالـ data source اللي هو الـ locations تبع الـ data اللي راح نستخدمها في الـ BI solutions طبعاً في عندنا بعض الـ traditional used مثلاً عندنا الـ ETL اللي هو مفهوم extract, transform, load, process المقصود في هذا أنه أجي أسوي عملية extract للـ data أستخرجها من الـ data source وبعدين البيانات هذه أجي أسوي عليها عملية transformation سواء كانت عملية تعديل أو حذف البيانات اللي ما أبغاها أو عملية cleaning للـ data وأيضاً بعدين في عندنا الـ load اللي هو أني أجي أخزن البيانات في مكان مستقل هذا المكان يكون فقط خاص بعملية التقارير يعني راح أقرى البيانات أنا في الأخير من الـ location اللي أنا خزنته من البيانات بعد ما سويت لـ extract وسويت لعملية الترانسفورميشن وعادة يطلقون على الـ location هذا أو الـ load تخزن عادة البيانات في data warehouse data warehouse هي عبارة عن ممكن نشبهها كأنها location أو قاعدة بيانات هذه قاعدة البيانات فقط نستخدمها يعني البيانات اللي موجودة فيها تستخدم لعملية الـ reporting والـ analysis للـ data يعني ما ممكن أني أأخذ أنا البيانات تبعي من الـ data source نفسها لكن لما تكون قاعدة البيانات تكون عليها daily transactions فتكون عملية استرجاع البيانات منها بشكل بطيء فعشان كذا الأفضل دائما وهذا المتبع في الشركات أنه يأخذون البيانات من الـ data source ويأخذون يخزنونها في مكان آخر هذا المكان الآخر يطلقون عليه الـ data warehouse الـ data warehouse هذه هي في الأخير هي اللي رح نأخذ منها التقارير ورح نعرض منها البيانات اللي نبغى إيش نحللها طبعا البيانات ممكن تكون موجودة في data source on premise وممكن أيضا تكون موجودة على الـ cloud وأيضا ممكن أيضا نأخذها من الـ local files فكلها هذه الـ data source وأيضا الـ power bi يدعم أنواع كثيرة من الـ data source اللي ممكن أنه يقرأ منها البيانات أيضا في عندنا مفهوم الـ queries الآن بعد ما حددت أنا الـ data source للبيانات أو مصدر البيانات لازم أجي أعرف وين البيانات اللي أبغى أستخرجها فهذه يطلقون عليها الـ queries طبعا ممكن البيانات تكون موجودة داخل جدول ممكن تكون داخل view ممكن تكون داخل stored procedures تمام فعملية استخراج البيانات اللي أنا أحتاجها من الـ data source هذه يطلقون عليها الـ queries تمام يعني هي عبارة عن commands تمام الـ commands هذا رح ينطبق على الـ data source اللي أنا حددتها مشان نحدد وين البيانات اللي نبغى إيش نستخرجها ممكن هذه الـ return entire table or run query against the source يعني ممكن تكون البيانات هذه عبارة عن جدول كامل أو query بحيث أنه أجي أستخرج البيانات من أكثر من إيش من جدول وممكن أيضا يكون الكويري هذا عبارة عن stored procedure طبعا في بعضهم يستخدمون stored procedure الهدف من stored procedure هو عبارة عن object أو entity داخله مجموعة من الأكواد فلما أبغى أستدعي الأكواد هذه ما في داعي أني أكتبها من أول وجديد لا أجي أستخدم اسم stored procedure هذا فلما أستدعي stored procedure كأني أستدعي الـ commands اللي موجودة داخل stored procedure هذا فهذا نطلق عليه الايش؟ stored procedure طبعا هذا لما تكون عندنا الـ data source عبارة عن SQL server database وأيضا في نقطة مهمة هنا دائما ننتبه لها في عملية الكويري اللي هو only return the data that you need فقط أجي أستخرج البيانات اللي أنا أحتاجها ما أجي أخذ كل البيانات اللي موجودة عندي في الـ data source وأستخدمها عندي في التقارير فدائما أخذ البيانات فقط اللي أحتاجها ليش؟ منشان يخفف عليه في عملية عرض التقارير وأيضا في عملية قراءة البيانات من الـ data source أيضا ممكن نستخدم الـ expressions هنا الـ expressions used to transform data هي عبارة عن زي الفورمولة نستخدمها في عملية تحويل البيانات ممكن نتعامل مع الـ inquiry language أو نتعامل مع الـ dax language هذا عبارة عن language أجي أستخدمها منشان أبني إيش؟ expressions ممكن الـ expressions هذا عبارة عن new columns أو فورمولة معينة ممكن أني أجي أطبقها على عمود معين فزي مثلا الـ dax هذا يستخدم في الـ Power BI Desktop وأيضا ممكن نتعامل مع الـ MDX والـ Excel formulas يعني الـ dax هو شبيه بالمعادلات اللي موجودة عندنا وين في الـ Excel وطبعا في الأخير راح تعطيني إيش؟ قوة في عملية بناء الـ columns اللي أنا أحتاجها عن طريق إيش؟ لغة الـ dax اللي هي data expressions طيب هذا بالنسبة لمفهوم الـ queries أيضا في عندنا الـ data transformations الآن البيانات اللي إحنا جبناها من الـ data source وحددناها عن طريق الـ query هذه البيانات أحيانا أحتاج أني أجي أسوي عليها عملية cleaning أنظف البيانات عملية تنظيف البيانات اللي هو ممكن أنا أحتاج أنه البيانات أبغاها تجي بصيغة معينة عندي في التقارير فأجي أسوي عملية الـ cleaning ممكن أيضا أبدل الـ formatting مثلا على سبيل المثال لو أنا عندي مثلا في الـ data source في عندي الـ first name والlast name ممكن ما أحتاج أنا الـ two columns لكن أبغاهم مثلا على شكل عمود واحد اللي هو الـ full name فهنا تجي عندنا عملية الـ transformation الـ transformation للـ data فمهم جدا عملية الـ transformation اللي هو أنه البيانات اللي إحنا نتعامل معها أحيانا ما نحتاج أنه نتعامل معها as it is من الـ data source نحتاج أنه نسوي عليها عملية cleaning أو عملية تعديل فهذا هو المقصود بالـ data transformation اللي هو الـ data must be transformed from its form in the data source into the compatible format for your reports يعني الـ data transformation هذه أو التعديلات اللي بنسويها بحيث أنها تتناسب مع التقارير اللي راح نسويها والـ transformation نوعين ممكن يكون عملية cleaning وممكن أيضا يكون عندنا عملية الـ formatting موسيقى 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 موسيقى